أم مريم تريد نصيحة لابنها تقول طيب و محافظ على الصلوات لكنه يذهب متأخرا أم مريم بارك الله فيك و بارك الله في الذرية و أصلح الله لك النية و جعل الله عز وجل أولادك من البررة الصالحين إذا كان يشاهدني ابنك بارك الله فيه أنا أنصحه بما جاء في النصوص الشرعية من المبادرة و المسارعة و المسابقة إلى الخيرات فالله تعالى يقول و سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة و في ذلك فليتنافس المتنافسون و النبي عليه الصلاة و السلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهم يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الفضل والتبكير إلى المسجد من الفضل العظيم يعني لو تزاحموا على هذا المكان وصنعوا قرأة قرأة لكان شيئا نسيرا لقترعوا عليه وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد ولذلك يقول بعض العلماء ما أقام شخص الصلاة حق الإقامة إذا جاءها متأخرة يقول هذا ما أقام الصلاة والله تعالى يقول وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة فلذلك الذي يريد فعلا أن يقيم الصلاة إقامة صحيحة يبكر إلى المسجد وأيضا التبكير هذا خادم للفريضة يخدم الفريضة لأن حرص الإنسان على التبكير إلى المسجد يورثه تعلق بالمساجد يورثه تعلق بالصلاة ولذلك تجد حريص على الإتيام بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها سبحان الله لماذا خلاص تعلق هو ما ذهب أبو بكر إلا لأنه يحب هذه الصلاة أما من يذهب متأخر سبحان الله هذا ملاحظ أي إنسان يذهب إلى الصلاة وقت الإقامة أبدا ما يسلم المرة الثانية هو أدرك المرة الأولى أدرك تكبيرة الإحرام الثانية بعد أيام ستفوت ركعة بعد أيام تفوته ركعتين ثلاثة بعد أيام تفوته صلاة الجماعة ويبحث عن من يتصدق عليه يبقى يتلفت وين يتصدق عليه ولذلك إقامة الصلاة لا بد أن يفهم كل مسلم أنه ليست فقط والله صلي كيفما اتفق هذه صلاة الصلاة هذه عظمها الله عز وجل واركعوا مع الراكعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وجاء ذكر الصلاة في مواطن كثيرة في القرآن في بيان عظمتها ومنزلتها ومكانتها فيا ابني بارك الله فيك احرص على الصلاة و احرص على التبكير و أنت منذ اللحظة التي تخرج فيها من بيتك إلى المسجد الملائكة تدعو لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما بقيت منتظر للصلاة و لم تحدث كما قال النبي عليه الصلاة و السلام لك أن تتخيل الملائكة ملائكة الرحمن يدعو لك من خروجك إلى المسجد و جلوسك و انتظارك للصلاة هم يقول اللهم اغفر لابن أبي مريم نسيت لو ذكرت لنا اسم الولد اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له شوف الملائك يعني مدة كم عشرين خمسة و عشرين دقيق هم يدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه من يعني يحصل على مثل هذا الدعاء من الملائكة ملائكة الرحمن فاحرص بارك الله فيك على التبكير إلى المسجد ترجمة نانسي قنقر